انت مش بتلعب كرة عشان تحقق مجد شخصي ولا بتلعب كرة بس عشان تحقق بطولة لكن فيه سبب مهم جدا لازم تحطه دايما في الاعتبار ان ماشي وراك 70-80 مليون انت مصدر او سبب رئيسي في فرحته وبالتالي اعتقد ان الروح اللي حصلت انبارح هي بتبسطه شديدة جدا وباقتصار شديد جدا هي سبب حالة الغضب روح الفنانة الحامرة اللي احنا بنتكلم عليها ما حسناهاش ما قصلتش ويامة بالمناسبة القاب كتيرة جدا وبطولات كتيرة جدا خسرها النادي الاهلي لكن جمهور النادي الاهلي ما كانتش غطبان ولا زعلان ولا حزين كان حاسس ان الرجال اللي في الملعب عملت اللي عليها والزيادة دي عينة ده مثل ده نموذج من حالة الحزن قادر اقول انه الناس اللي تبعت مبارات مبارح مش سعيدة وفرحانة وفخورة بكل الانجازات اللي حصلت في الفترة الاخيرة طبعا لا حد يزعل ان فرقته كسبانة اتنين دوري ابطال حد يزعل ان فرقته ثلاث عالم في كاس عالم اندية حد يزعل انه الفريق مسيطر على كل الالقاب في المواسم الاخيرة خمس القاب دوري متتالية معاهم كاس السنة اللي فاتت معاهم سوبر افريقيا السنة دي مش ممكن جمهور كورة يكون زعلان عشان بطولة سوبر بس مش ممكن جمهور كورة يكون محق كل الالقاب والبطولات دي يزعل على ضياع بطولة مهما كانت اهمية حتى ولو كانت اكبر من بطولة السوبر لكن الحقيقة حالة الحزن والغضب الممزوجة بالقلق على اللي جاي هو ده اللي ممكن يلخص رد فعل جماهير النادي الاهل اتمنى اتمنى انه على فكرة بطولة الكاس كبرت قوي بطولة كاس مص خدت عند جمهور النادي الاهلي اكبر بكتير جدا من حجمها واهميتها انت عندك مشوار كاس عندك مشوار دوري ابطال عندك سوبر افريقي عندك كاس عالم اندية وبالتالي المسم اللي جاي كل البطولات دي رغم اهميتها جدا ورغم انها مكانتها عند النادي الاهلي وجمهور وكبيرة جدا لكن انت خطيت نفسك في انك تخلي بطولة الكاس حياء او موت والبداية من وطش امبي انا بيتهيالي انه على الكل وطبعا مجلس الادارة خد قرارات وعنده اجتماع مع مستر مسيماني عشان يتناقش في كل الاسباب الخاصة بخسارة بطولة السوبر لكن في النهاية انا بيتهيالي على كل حد كل فرض شايل على صدره شعار النادي الاهلي انه يراجح حسباته لانه الامور اصبحت لا تحتمل مزيد من الاخطاء عندنا شغل كتير جدا وعندنا اخطاء كتيرة جدا وعندنا حالة سميها تشبع ماشي سميها تراخي ماشي سميها اجهاد وان كنت انا حط على كلمة اجهاد دي بين قصين شوية لانه اعتقد انه قمشت النادي الاهلي السنة دي تسمح ان يكون عنده فرقتين والاتنين ينفسه انا ممكن نحط لحضراتكم تشكيل لفرقتين الاتنين عندهم قدر انهم ينفسوا على كل البطولات وبالتالي كلمة الاجهاد مش هتاكل مع الجماهير النادي الاهلي في الفترة اللي جاي شغل كتير اخطاء كتيرة نوبة صحيان نوبة فوقان وكويس ان ده حصل في السوبر وقبل ما نبتدي مشوار هو الاصعب بطولات اللي جاي بالتأكيد اصعب بكتير جدا من بطولة سوبر محلي وفي النهاية نتمنى انه المصالحة تحصل قريب ونتمنى ان احنا نشوف شك وروح غير بداية ان شاء الله من ماتش امبي يوم السبت حلق